ومن هنا أنا أريد أن أوجه تحية ونداء فالتحية هي لعائلة المرحومة بالحق القادري لأنه يعطينا فكرة جديدة للإحسان يعني الإحسان مشي دائما أنك يعني غدي المسجد أو غدي فعلا نركشحنا لا نبخصه ولكن أيضا للتقافة أيضا وللبحث العلمي حتى هو منفذ من المنافذ التي يمكن أن يصرف فيها يعني الإحسان وبالتالي فنحن نتمن هذه الفكرة ونوجه نداء لجميع الناس الذين يريدون أن يقدموا شيئا إحسانيا أن يفكروا أن يتسع أفق تفكيرهم لمثل هذه الفضاءات أيضا اتفاقية يعني مسألة نثمنها جدا لأنها تجعل المدينة مدينة الجديدة يعني في خدمة الثقافة وفي خدمة البحث العلمي صفة عامة وما أحوجنا أن تكون في جميع مدن المغرب مثل هذه الفضاءات لأنها مدينة قد نسميها مدينة متوسطة كمدينة الجديدة يعني كغيرار باقي المدن في الحجم ديالها يعني تعاني من غياب مثل هذه المرافق وبالتالي فوجود مثل هذا المرافق بهذه الضخمة وبهذا التجهيز من شأنه أن يساعد الطلبة على إيجاد فضاءات تمكنهم من التحضير لرسائلهم ولأطروحاتهم ولإستعداداتهم للامتحان كما أنها ستساهم في ترويش الآلة الثقافية والبحثية داخل الجديدة وستوفر للباحثين إمكانيات عقل ندوات وملتقيات ولقاءات وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يساهم في تنمية الدورة العلمية بهذه المدينة اشتركوا في القناة